السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نكمل درس العلاقة بين نسب المثلثية وحل الأسئلة للصفة التاسعة في روضة ومدرسة أكاديمية العزيزة الموذجية الصل شراف المعلمة براء الديات حل الأسئلة صفحة 94 السؤال الثالث إذا كانت سين تمثل قياس زاوية حادة وكان جيب سين ناقص سين سوء 4 بالعشرة فجت سين جت سين هو يساوي جيب 90 ناقص سين على العلاقة الأولى إذن جت سين يساوي 4 بالعشرة فرع الثاني بدو جيب سين جيب سين مش جيب سين ناقص سين بالحلة على المتطابقة جيب تربيع سين زايد جذر تربيع سين يساوي 1 جيب تربيع سين زايد 4 بالعشرة يساوي 1 4 بالعشرة تربيع 16 بالمية نخلها على الطرف الآخر 1 ناقص 16 بالمية طلع 4 والثمانين بالمية نأخذ جذر التربيعي بيطلع جيب سين 84 بالمية اللي هي 84 على مين نوح للجذر جذل 84 على جذر 110 كمان حكينا موجب لأنها جزاوية حادة في الربع الأول السؤال الفرع الثالث ظل السين الظل هو جيب على جتاء جذل 84 على 10 على 4 بالعشرة اللي 4 على 10 10 مع 10 بتروح بيطلع جذل 84 على 4 بالسين السؤال الرابع نجيد القيمة العددية لكل مقدار الآتية 3 جذل 19 ناقص 3 جيب 71 بدي أخذ جتاء 19 نطبق عن العلاقة اللي هي جيب 90 ناقص 90 ناقص 71 إذن 3 جيب 71 ناقص 3 جيب 71 صفر جتاء تربيع 83 زائجة تربيع 7 نوخذ الجتاء 83 اللي هي جيب تربيع 90 ناقص 90 ناقص 83 7 جيب تربيع 7 زائجة تربيع 7 هي أخذناها متطابقة تساوي 1 جتاء 48 على جيب 47 أخذت البسط على العلاقة اللي هي جتاء هي عبارة عن جيب 90 ناقص 48 اللي هي جيب 42 جيب 42 جيب 42 جيب 42 يساوي 1 السؤال السادس إذا كانت سين زاوي 1 وكان جتاء سين هو يساوي 2 في جيب سين المطلوب أجد جتاء سين نروع المتطابقة جيب تربيع سين زائجة تربيع سين ساوي 1 جيب تربيع سين زائج جتاء الهقي مشهورية 2 جيب سين تربيع جيب سين تربيع تنزل زائج وبخCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCH جيب تربيع سين يساوي الواحد على خمسة نأخذ الجذر التربيعي جذر الواحد على جذر الخمسة إذن واحد على جذر الخمسة الجتة الجتة مش احنا اخذناها بالسؤال هي عبارة عن اثنين ضعف الجيب يعني اثنين في الجيب هي اثنين جذر الخمسة طبعا هيكون غطينا احنا جزء من الأسئلة بيضال عندكم السؤال الأول السؤال الخير واجب بيتي إن شاء الله ويعطيكم نعرفه